الدين الذي شكت هل أوفته أو لا هنا الذمة مشغولة بيقين هي متيقنة أنها مطلوبة بمبلغ وقدره ألف ريال لكن شكت هل أوفت أو لم توفي فالأصل عدم الوفاء فيجب عليها البحث عن صاحب الدين و يمكن أن تستفسر منه تقول أن تطلبني مبلغ لا أدري أوفيته أو لم أوفي فإن قال أنا ما أوفيتيني فتوفي إن قال أوفيتيني انتهى العمر إن قال ما أدري ففي هذه الحال إما أن تصطلح معه على أمر وإلا فإنه يلزمها أن توفي إذن هي ثلاثة أحوال أن يخبرها بعدم الوفاء فيجب عليها أن يخبرها بالوفاء فيسقط أن يقول ما أدري أوفيت أو لم توفي إما أن تصطلح معه على شيء وإما أن توفيه جميع المبلغ لماذا؟ لأن الذمة اشتغلت بيقين وهو ثبوت الدين في ذمتها والشك في إيش؟ في حصول الوفاء هل أوفت أو لم توفي والأصل عدم ما في التغليب هنا يا شيخ؟ ما في التغليب أمر عليها مثلا؟ يعني التغليب فيه مثل هذه الحال يعني ما تبرأ به الذمة لا سيمة أنه يمكن اليقين بالرجوع إلى الشخص وسؤاله فإن لم يقول ما أدري فالآن الذمة مشغولة على وجه متيقن والوفاء مشكوك فيه مهما كان درجة الشك عالي أو منخفض ولا تبرأ الذمة فيما اشتغلت به متيقنا إلا بيقين وهو إخراج هذا المال الذي شغل ذمة هذه الجزئة الأولى إذن خلاصة أن يجب عليها الوفاء في الدين الذي شكت هل أوفته أو لا على نحو ما تقدم من تفصيل اشتركوا في القناة